السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم لغة الإنجليزية اليوم إن شاء الله سنتحدث عن the verb to be يعني فعل يكون في زمن الماضي البسيط simple past tense وأول شيء يجب أن نكون بدراية به هو متى نستعمل هذا الزمن يعني كيف نعرف أننا يجب أن نستعمل هذا الزمن إذن هذا الزمن يستعمل عندما نتحدث عن عن فعل حدث في الماضي في وقت محدد أي في زمن محدد شيء أو فعل حدث في الماضي في وقت محدد يكون حدث وانتهى يعني في الماضي يجب ذكر الوقت الذي حدث فيه في الماضي مثلا last year السنة الماضية last month الشهر الماضي last week يعني الأسبوع الماضي وهكذا نقول كذلك الليلة الماضية last night yesterday البارحة أو الأمس وكذلك من قبل مثلا نقول قبل يومين قبل شهرين مثلا نقول ago قبل ساعة نقول مثلا an hour ago فنأخذ هذه المقارنة بين verb to be في المضارع أو الحاضر المضارع البسيط وverb to be في الماضي لدينا verb to be في simple present أي المضارع وفي الماضي مثلا إذا طرحنا هذا السؤال simple present where are you where are you نقصد بها أين أنت أو أين أنت الآن الآن where are you يعني أنني استعملت verb to be في simple present يعني بها الآن ويكون جواب I am I am where is he where is she where is it he is at home she is where are you all بالنسبة للجمع where are they وهكذا إذن هذا فيما يخص simple present المضارع البسيط أو الحاضر نطرح السؤال هكذا where are you نلاحظ هنا سعملنا I'm are is في الverb to be simple present بالنسبة لل simple past نتحدث عن شيء ماذا أسأل الشخص أين كان فنقول where were you where were you بمعنى أين كنت نلاحظ هنا في بالنسبة لل present simple لا نذكر فعل يكون باللغة العربية لكن باللغة الإنجليزية نذكره وهو I'm is are بالنسبة لل simple past في اللغة الإنجليزية عندما أقول where were you الجواب يكون I was where were you أين كنت I was كنت في where was he where was she where was it بالنسبة للجمع where were you where were they وكذلك وكذلك في اللغة العربية يذكر فعل كان في الماضي كان البارحة كنت في المنزل البارحة كنت في المدرسة إذن التغيرات في simple past أو الماضي في اللغة الإنجليزية هي was and were فقط was للمفرد were للجمع هذا بالنسبة لتأكيد أو إثبات يعني الجواب بنعم where were you I was at home كنت في المنزل مثلا they were at home كانوا في المنزل we were at home كنا في المنزل نرى الآن simple past of the verb to be في حالة السؤال وفي حالة النفي إذا قلت مثلا where were you I was at home الجواب أو I wasn't at home نأخذ السؤال بصيغة هل فقط نغير مكان الفعل to be was أو were بمكان الفاعل يعني ضمائر الفاعل فتصبح was I was he was she was she at home was it بالنسبة للجمع were we were you or they بالنسبة للyou يبقى تصريف واحد وهو were بالنسبة للمفرد أو الجمع بخصوص النفي نقول no I wasn't وهي اختصار I was not I wasn't أو I was not كما أننا ممكن أن نتمم الجواب I was not at home I wasn't at home أو نكتفي فقط ب I wasn't هنا تكون صيغة الاختصار الجواب المختصر no I wasn't وإن شئنا نكمل فنقول no I wasn't at home لم أكن في المنزل أو I was not at home بالنسبة للجمع No we weren't أو no we were not ممكن أن نقول no we weren't ونتوقف أو نقول no we weren't at home لم نكن في المنزل نستعمل الصيغة المختصرة أو الصيغة الكاملة لنأخذ أمثلة ليتضح الأمر أكثر نقول مثلا four years ago I was a student four years ago I was a student I am a teacher now I am a teacher now I am a teacher now بمعنى four years ago I was a student بمعنى قبل أربع سنوات كنت تلميذة أو كنت تلميذ قبل أربع سنوات كنت تلميذة أو تلميذ يعني الماضي في الماضي قبل أربع سنوات يعني حددت هنا المدة يعني شيء كان في الماضي وانتهى الآن I am a teacher now I am a teacher now بمعنى أنا أستاذة أو أستاذ معلم أو معلمة الآن يعني هناك عندما نتحدث عن شيء كان في الماضي وانتهى نستعمل the verb to be in the past لكن عندما أتحدث عن مهنة أنا أمارسها الآن أستعمل دائما simple present I am a teacher now يعني لم أعد تلميذ مثال آخر last month I was in France last month I was in France but today I am in Spain but today I am in Spain last month الشهر الماضي I was in France كنت في فرنسا last month I was in France but today I am in Spain الشهر الماضي كنت في فرنسا لكن اليوم أنا في إسبانيا هناك جملة شطرها الأول في الماضي والتاني في المدارع البسيط نأخذ مثال آخر في حالة السؤال والجواب بyes والجواب بno هذا الشخص يهاتف صديقة ويسأله were you out yesterday were you out yesterday هل كنت بالخارج البارحة إذا أراد الصديق يرد بyes يجيب بنعم سيقول yes I was في حالة الاختصال أو yes I was out yesterday yes I was out yesterday في حالة إذا أجاب بyes في حالة إذا أجاب بno سيقول no I wasn't no I wasn't لأنه يتحدث عن البارحة لا لم أكن يعني لم أكن في البيت ممكن أن يعطي الجواب كامل فيقول no I was not out أو I wasn't out yesterday لم أكن بالخارج أو خارج المنزل البارحة هناك الجواب مختصر no I wasn't في حالة نعم yes I was الجواب الكامل في حالة نعم نعم نقول yes I was out yesterday بالنسبة لno نقول no I wasn't ونتوقف إذا كان الجواب القصير إذا أردنا جواب كاملا نقول no I wasn't out yesterday oh I was not my friend angry last night my friend angry last night لدينا last night لدينا المادية إذا كان ستامل the verb to be in the past tense my friend was angry last night she is happy now she is happy now هي الآن سعيدة she was last night she was last night كانت ليلة البارحة غاضبة لكنها اليوم سعيدة نأخذ اختبار كريم with his friend at this moment is or was كريم with his friend at this moment كريم فعل يكون في الماضي أو في الحاضر مع أصدقائه في هذه اللحظة سنستعمل the verb to be in نعم simple present is لأننا لدينا at this moment في هذه اللحظة is كريم is with his friend at this moment they busy last saturday they busy last saturday لدينا last saturday يعني السبت الماضي they busy last saturday هل نستعمل where أو are they busy last saturday لدينا last saturday إذن سنستعمل نعم where they were busy last saturday they were busy last saturday لدينا الماضي لدينا هنا سؤال you a doctor or a journalist you a doctor or a journalist لدينا where أو are لدينا سؤال عن المهنة you a doctor or a journalist أكيد سنستعمل verb to be في الحاضر أو المضارع are you a doctor or a journalist لأنني أسأل الشخص عن مهنته هل أنت هل أنت طبيب أو صحفي are you a doctor or a journalist are you أسأل امرأة أو رجل are you a doctor or a journalist ذن مهنة نستعمل simple present شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا